تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأعلى من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 332 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 75 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال الحجب والاستيلاء على السلع الاستراتيجية والسلع المدعومة تم ضبط قرابة 15 طن مواد غذائية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 28 طن أما في مجال الحجب والبيع بسعر أعلى لمواد البناء فقد تم ضبط 32 طن أسمنت أما في مجال قضايا المخابس فقد تم ضبط 419 قضية من بينها 100 قضية خبز ناقص الوزن و84 قضية خبز غير مطابق للمواصفات هذا وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 14 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 402 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر